موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح سيسي بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين في حادث تصادم قطار رئيس هاج وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عكز وعاهات مستديمة جراء الحادث مع صرف التعاوضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء اطلع سيد رئيس على كافة تفاصيل ذات الصلة بالحادث وملابساته وتطورات تحقيقات الجارية فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من اجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين والتعاوضات للشهداء والمصابين موسيقى اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة حادث تصادم قطاري سهاج وقد اطلع السيد الرئيس على كافة التفاصيل ذات الصلاة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من اجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين وكذا التعويضات للشهداء والمصابين وقد وجه السيد الرئيس بتوفير اقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا كما وجه السيد الرئيس بتطبيق الاجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة وقيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار حيث إن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث ترجمة نانسي قنقر